بسم الله الرحمن الرحيم first lecture is talk of mechanisms and principles of diseases and therapy picture one introduction to pathology let me introduce myself professor عبيل رفاعي هذا الpsathology department هتكلم معكم النهاردة نشاء الله عالم المقدمة لعالم pathology احنا ندرس في ال vision ده جزء اين؟ جزء اللي هو diseases اللي كانوا يستعيدها في قسم pathology والجزء الثاني اللي هو therapy اللي هو treatment في الparmacology الحاجات اللي احنا عناعطيها اول حاجة يعني ايه pathology what is pathology pathology is science which deals with the study of disease process العلم اللي بيدرس الامراض اسمه بالعربي علم الامراض يدرس الامراض يصل ليه وازاي؟ وهو اللي بيفسر لنا complaint أو signs of symptoms شكوى العيان والmanifestations اللي اتصار دي الكلمة pathology دي مستقق من اللاتيني من كلمة pathology اللي هي suffering والlogos طبعا اللي هي study pathology is considered is abrading discipline involving both basic science and clinical practice يعني هو بيربط بين basic science والclinical بعد كده لانه هو بعرف منه ايه هي diseases مختلفة والpresentations بتاعته الباثولوجي بيدرس ايه؟ بيدرس study the structure and functional changes in the cells that underlie the disease يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو بيدرس اللي بتحصل سواء في التركيب او في ال structure او في ال functions الوظيفة بتاعت سواء او tissues او organs اللي بتؤدي الى حدوث disease او اللي بيحصل فيها disease او الرغم بيدرس اللي العيان بيجي بالمانفستيشن دي في ال findings اللي بشركة بيجي الفيجر ده مرينا اللي بوصحة الباثولوجي في التقاسطات او ال disciplines المختلفة في الطب الباثولوجي نظر في الحتة basic science بمثل ال roots clinical science بدمثل اوراق الباثولوجي هو اللي بيوصل لنا اللي بيوصل ال items اللي مفروض اعرفها study any pathological process او any disease اي disease في الدنيا في حاجات معينة ال items معينة لازم تستخفل عشان اقدر study disease ده او الحاجة definition تعريف المريض المنظر اللي احنا شاكتينه ده في هنا pathology المريض ده هنا برضه في pathology ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن نوع من الانواع الالتحذات اسمه absence او الخراق الخراق ده تعريفه دم اللي يعني عبارة عن ايه؟ عبارة عن localizing suppressive inflammation احنا عانفهم طبعا معينة كده لما ندخل الكورس كان يبقى اول حاجة احط disease ده لكاتيجوري معينة او اعرفه اقول عليه اقول هو ايه؟ ثاني حاجة مدرسها في ال disease الاثيولوجي الاثيولوجي اللي هو causes او اسباب disease ممكن اقسمها المجموعتين اساسية اما predisposing factors يعني اسباب مهيئة يعني حاجات بتساعد المرض ان هو يصل لكن مش هي السبب الرئيسي ايه؟ انا دلوقتي لو عندي الاسكن بتاع ايدي ده ما كوش اي جروح او اي مشكلة ده هيبقى من دخول الارجانزمز المختلفة لكن لو حصل عندي يعني جروح صغير او قطع صغير في الاسكن ده هيسهل دخول الارجانزمز وبالتالي هيسهل فادوس الابسس او خراق يبقى هنا بوجود الابريجن دي عباران الانفلاميشن او الالتهاب اللي هي السبب الاساسي اللي يسبب المرض بقول عليه direct cause او الاساسي لعدوز الجديد وده ممكن يكون حجم يا اما اكسوجنس يعني افزاب خارجية او زي الارجانزمز المختلفة باكتيريا او يعني من داخل الجسم نفسه وده في زمد اللي مثلا او او امراض المناعة باكتير يا اما بيهيئ الصريق للمعرض المياسة يا اما بقسمه بحط بحط الدزيز المختلفة في واحد من الكاتيجوريز اللي يوجد عليها دلوقتي على حسب الكوزز بتاعيك اولا في نوعين كبار يا اما ديزيز زيكون يعني العقية الموجود فيه يا اما اكوايرد يعني اكتسبه بعد الولادة الاكوايرد اي ديزيز في الدنيا مش هيخرج برا واحد من هذه الاسباب انفلاماتوري يعني انتهابات انواع من الانتهاب فاسكولار يعني ديزيز او عيدة موية حاجات اللي علاقة منضلناها او الاورام المختلفة متابوليك متاع السل يعني فيه حكاية بتعمل او بتعمل او بتعمل بعد كده يعني بعض اه بتعالي لكن بعضها التاني ممكن يعمل هي نفسها الساب وامراض طانية وانفكتف يعني نتيجة ايه التهيل او عدوى بالمكروب معين عملت الايتم اللي بعد كده احنا عارفنا دلوقتي اي ديزيز هدريسه هاعرف اول حاجة بتاعه تاني حاجة بتاعته بعد كده هشوف الفاثوجيناتز الفاثوجيناتز اللي هي يعني ايه الخطوات او ايه الاستبت ميكانيز الطريقة اللي المرض ده عصل بيه عشان يعمل لي ليجان معينة طب يعني ايه ليجان الليجان دي عبارة عن زي ما قلنا قبل كده يعني عبارة عن تغيرات بالاستركشة بالاستركشة اقدر اشوفها لا اما اشوفها بعيني المقردة وساعت اقول عليها او اشوفها تحت يبقى دي مايسوسكوبك يبقى الليجان دي عبارة عن اثارت بالنسبة للاستركشة هاقدر اشوف التغيرات دي بطريقة مبتع اما اشوفها بالنكت اي ايه بعيني او اشوفها اما بص تحت انك تصوف لما حضر من لما اجي ابص على حاجة هقول ايه هقول انت غيرات دي شكلها ايه يعني زي الابسنس اللي تبنامه شوية ممكن اوصف بتاعه ممكن اقول الشيب بتاعه شكله ايه الكلر بتاعه ولو حاجة اقدر اعمل فيها او اشوف او اشوف حاجة يعني هيحصل ايه يعني هيحصل زيادة ويحصل دي احصل المضاعفات وده اساميه اللي هي اللي بتحصل للمرض لما يبدأ العيان لما يخفش يبدأ يدخل في طيب وما يعني ايه كلمة هو اللي بقدر يتنبأ لي بالمرض بتاع العيان ده هيمشي في انه اتجاه اما يعني اما هنا لما ندفت نقدر نعلق على هو ده اللي انا بقول كنت بكلمه قالت هنا في بطولوجي قدرين نشوفه التو او صباع بتاع المريض ده في تغير اقدر اعلق على التغير ده من حيث بتاعه الكلر بتاعه اقدر اوصف الحاجات دي كلها هو ده بتاعة البطولوجي الموجود في العيان ده لو انا الحالة دي تستدع ان انا اخد منها عيانة ما تحصها تحت الميكروسكوب تبقى هاوصف بقى في التغيرات اللي بتحصل ده اندر ده مايكروسكوب اول حاجة الايتيولوجي او الكوزيس بعد كده الميكانيز او بعد كده الموطلوجي تشينجز اللي احنا قلنا عليها هي اما تكون استراكشرا او فانكشنا والفانكشنال والستراكشرا تشينجز ده هم اللي هيعملولي بتاعه العيان اللي هي كلمة يعني ايه كلمة يعني ايه كلمة السمتم ده اللي هو شكوى المريض اللي بيجي اقول هاي يبقى يعني هو بيجي قلبي يشتكي من صدقاء يشتكي من اللي بيصعد مالوش نسياجوز ويجي ايه كنان واجعاء واسئذر السمتم هي الشكوى اللي بيجي يشتكي لكن الساين ده حاجة يعني الدكتور هو اللي بيشتكي زي ايه اصايتس عيان عنده استثقاء يعني عنده مية في بطنك كشكسية عيان خاص خالص زي الناس اللي بيجيبهم في المجاعات كده بقيه كاف طبعا الكاف ممكن تكون العيان يشتكي منها ممكن انا اسمحها وديها كاركتر معينة اعرافها من العيان يعني عيان جاي بيشتكي مثلا او مش هيقدر يشتكي لكن دكتور لما يبحثوا هيجي عن سباخهم في الجاوي يبقى السمتم دي عبارة عن شكوى المريض دي حاجة الدكتور بيشتها بالعيان طيب نطبق الكلام ده بقى لو احنا شايتين هنا ده اللي في الناحية اللي مين ده عبارة عن النورمال هارت اللي في الناحية الشمال ده هارت في بطلج ايه اول حاجة تخطط بيش لما احنا ان تقول ان احنا تو هارت يعمل ايه ايه واضح جدا ان الحارت اللي في الناحية الشمال ده ان احنا احنا كبير لما قارنته بالحارت اللي مين ده هبدأ بقى انت انت عندي في هذا المينوال ما بكيش كمان انا قلت هنا في الناحية لو الهارت ده طبعا هادر افتحها وصول المفاين بيشتكي تانية وعلق عليها على حسب شيء بجيء لها ده اخر اكسامل عشان نورينا الفرق في النورمل وبينه الفاتولوجي اللي تحت دي عبارة عن افينديكس اللي هي الزايدة مفيهاش اي فاتولوجي هنا الزايدة وهي فيها الزايدة واضح جيدة عصل عصل اجزاء معينة بس اكنا في الليبل ده بس عاوزين نعرف ان اتنا ممكن لما نبص على الاورجان نقدر نعرف ان الاورجان اللي ممكن بكون في ايه ابنورماليتز ونقدر ننصد ابنورماليتز بعد كده هاخد مايكروسكوبك سكشن من العينة دي وبحصة بقى تحت الميكروسكوبك اطبق الكلام ده واسوف ايه لحد ما وصل بالضايدة طيب اول حاجة تقدر الاعراض اللي عند العينة والباسولوجيكال اللي بتحصل باول حاجة ثاني حاجة تقدر اعرف التالعيام من لانت لما تدس الباتولوجيكال فتعرف المرض حصل ازاي وبالتالي تقدر تعرف هو ممكن تعالك ازاي وتقدر تعرف فرض العيام النقطة الثالثة طبعا طبعا في ديزيزة كتيرة جدا جدا لا يمكن تتشخص خير عن طريق الهيستو باطولوجي او الباسولوجي فبالتالي الدور بتاعهم اساسي عشان اوصل يعني عيانة عنده ورم الناس احنا مش قادرين نعرف الورم ده حميد ولا خبيض طبعا هتفرق فلما يتخذ عيينة باسولوجيكال تصيح الصحف المتريسكوب الهيستو باطولوجيست او تصير باسولوجيكال بيقدر يحدث اه العيان ده عنده ده ورم حميد يبه هيمشي بسكة علاج ده ورم خبيض هيمشي بسكة علاج ثانية وبالتالي ابقى قادر في الاخر من كل الداتا اللي عندي اوصل الوريكسط طيب طيب ايه بقى الطريقة اللي بننزل بيها طبعا عندنا دي عندنا سكشن هتشوكو لما هينجلوكو الالسكشن احنا عندنا السكشن في الموديل ده يا اما موزين المتحب يبقى فيها عينات لجراسة زي الحاجات اللي نتعالكم او العاصل الضبط المصوية او الابندكس اقدر ابص عليها وهي محفوظة في الجورد بتاعيشها في الورماليوم واقدر اعرف اوصل ثانية حاجة اللي هي بتاخد من المريض بتاخد من المريض في الورماليوم العيان عنده ورا معين عنده قطولز معين دكتور جواله روح بخد عينات بيروح بغرفة عمالية ودي بسميها بيوبصر الحاجة الثانية اسمها بيوبصر السلويتم اليورين الفلويت المثالث دي فيها ارواع من الخلية بعيدة بقشفة الامراض المختلفة ده بسميه ثالث حاجة اللي هي اللي هي اللي هو اللي هو طبعا يعني مش هنقضر نشوفها لكن في عينات من الموجودة عندنا في المتحف متقدر من العلميين طبعا بيوبصر لو شفت هارت مش حد بيات مدير هارت بيات مدير تسميها ايه الفلويتم بيوبصي سيثولوجي ان فوتوكس خيب دي لابوراتوري دااجنوزي دي لابوراتوري فاتولوجيك دااجنوزي ازاي بشخص بستخدم فتولوجي 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 لازم يكون عند يعني ايه العيان جاي بالهيسوري تاقو قدتوا فكرة عن الكلام ده يتخذ منه الهيسوري كانت سوشال اكتباشنال كل الهيسوري دي ويتعمل ويتشاف العيان كله عشان نقدر نحدث يبقى انا وانا بسفر العيانة لازم يبقى وانا بشوف العيانة لازم يبقى عندي الهيسوري بتاع العيانة تي حاجة بقى بتساعدنا كتير جدا موجودة اللي هي الأرلي ده الأرلي ده جنس ده بقى انا مش بستنى لما العيان يجي يشتكي لأ انا بعمل سكرينينج للحاجات وبحيث ان انا قبل ما يبقى واعالجه اللي هو الهيسوري ده طبعا تتخلي الهيسوري بتاع الحالة كويسية زي حمل الصحف في السايدات ده موجودة في البطرة للسايدات يفحص كمية كبيرة جدا من السايدات عشان يعمل ده بسميه ايه الهيسوري داي يبقى الهيسوري داي نوضي عبارة عن يعني العيان وكثم بيشتكيش زي مثلا او بيتقامل لهم فحص للعيانة من السايرفكت او عمق الرحم ده في البلاد التانية اللي بفيها الكنسر انتشر عمل لهم في الانسايدات يجي نكاية افضاد السايد من الناس زالينا هنا عندنا اتماس طبعا البرست اجزامنشن ده مهم جدا سيلف اجزامنشن والحاملة اللي كانت معمولة بتاع فحص البرست بالاضافة ليه الماموغراف لو العيانة دي بتعمل لها نوع من عنواع العشاعة الماموغرافي ده يساعد ان يعمل او بريست كامل لما بلاقي حاجة افنورمال ببتأخد منها عيانة زوية وابخافها سنقول الليجن اللي عنده السايدة دي ولا مالكة يعني حميدة ولا اي عيان بيجيش تكي من مثلا عيان عنده عنده هيماتوريا او حد عنده ماس عنده لمبة في اي خطة الحاجات دي كلها مفروض ان انا عم اعمل لها اضحافها ما سبش العيان يعد بكده لان اشوف الامور ايه وممكن احتاج اخد عيانة واحد لحد ما اعرف ايه السايدة اللي عند المريض ده الطريقة الثالثة اه سايتو ايجنوزي او سايتو ايجنوزي ده دا ايجنوزي عن طريق ايجزامنيشن او ايزوليتد سيلس زي ما قولنا قبل كده السامل اللي في السايتولوجيك ايجزامنيشن ده بيكون امبارة عن خلايا مش نسيج على بعض الخلايا دي بحصل عليها بكذا طريق اول طريقة ايجزو فولياتد سيلس دي بتبقى ما ما يكون فيه مثلا ماليجنة تيومورس يعني ورم خديثة بعض الورجنز زي اللانج يبقى الماليجنة تيبه ايجزو فولياتد يعني توقع في السوتم اللي العيان هيعمله ايجزو 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 او لو تيتيومور مثلا في الماليجنة تيومورس الخلايا الخبيثة اللي جوه المثانا تنزل مع اليورين وبالتالي لما افحص عينات من الورجنز دي اقدر اشوف الماليجنة تيومورس دي وشخص احيانا بتكون موجودة في السوائل التانية اللي هي زي الغشاء اللي حوالين اللانج او في الاسيتيك فلويد او في ممكن برضو تبقى في سلس واقع جوة الفلويد دي واقدر منها اشخص برضو ممكن تبقى في البون مارو سميرز الزاس في بياخذ عينا من عبارة عن برضو سلس من البون مارو وتفاحص ممكن في بعض الاحيان يتعمل عشان يعني بياخد بيدخل بمنظور وياخد سائل من الصمت او من السائل ده بيحط في لوت ويسحابه تاني فالخلاية اللي موجودة في المنطقة دي كلها تتجمع واقدر ابحثها تحت الميكروسكوب واحدث نيتشورت فتعي برضو لو تي عندي ممكن اعملها براشنج بفرشة مخصوصة كده ياخد براش او سكرابينج يعني ايك حتى مجموعة من السلس سواء في فرونكوسكوبي بفحص في الفرونكوي او في الجاستريك او في الكولوند الحاجات دي كلها ممكن اقدر براشنج او السكرابينج يعني اما بالبراش او بالفرش او ان انا اكحت مجموعة من الخلاية دي بتبقى سيفر تسيل بتطفح الصحف الميكروسكوبي ساعدني ان انا اعمل ارلي دياجنوز واستبغى مشهورة جدا اسمها فابا نيكلاوستين هي اللي باسبو فيها العينات دي او اعمل بالسرنجة زي ما هو واضح في الرسمة هنا البراشنج او الاسميرنج انا هنا باستخدام السرنجة دي بدخل وباخد بعض الخلايا وبعدين بحطها هنا على الشريحة دي اهو هنا الخلايا موجودة ومعيها بعد كده بحطها على طول في ايه في حاجة ثبتها وايه اللي بسالة دي احتلها بحطها في الفيكستف ده اللي هو هنا ايه 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 وبعدين باسبغها واضحطها صحت الميكروسوم الهيستو باتولوجيكا الدايجنوزيس الهيستو باتولوجيكا الدايجنوزيس ده بوصل اللي هو اقدر احلف عليه واقول التشخيص هنا كذا ايه عن طريق ايه عن طريق هنا بقى لازم يقتشه هنا نسيق كامل غالبا بيعملها الجرحة طب ايه انواع البييابسز المختلفة الممكن فاشفها اه اول حاجة اكسجن البييابسي دي اكسيرن يبقى عمل اكسيرن لكل الليجن او لكل الأورجن او لكل الزيومات زي يمكن يعمل مستيكتمية يشيل البريست بتاع السيدة تمامة او نفريكتمية يعني يشيل Silva الكيدنيز ايه يعني يشيل الحاجة الثانية يمكن يعمل نيدي هنا بالطريق معينة. الثالب اللي بتاحها تقين شوية. ياخد عينات متعددة بتبقى عاملة زي العلق واخدها نفس الشكل ابرة بسميها عنيد البيوبسي بس هنا دي بتبقى تيشو. بفحصها تحت الميكروسكوب وبقدر احدد منها الفطولوشي اللي موقوف. الطريقة الثالثة اسمها انسيجنال بيوبسي. الانسيجنال او الصنش بياخد حتة صغيرة من الليجن بس. مش بيشيل الليجن كلها زي الاكسيجنال. فبيبقى عمل انسيجن عشان كده سمتها انسيجنال بيوبسي. ممكن في الاورال كابيتي في النوز احيانا بقول عليها بانش بيوبسي. طريقة الرابعة الاندوميتريال كيروتاج. هنا الاندوميتريام اللي هو بطانة الرحم بيسموها دي اند سي اللي هي عملية الكحس. برضو بيقدر ياخد اندوميتريال تيشو عشان اشخص الليجن المختلفة الموجودة في ايه في بطانة الرحم لو العيانة عندها بليدينج او عندها كانسر او. العيانة اللي بعد كده اسمها التيو ار سبيسمين دي عبارة عن عيانة من الورين البلادر او من الفروستيت بياخدها عن طريق منظر المسانة او الساستوسكوبي. واخر حاجة بها الاندوسكوبيك بايوبسي اللي هي بالمنظار. ممكن ياخد بالمنظار من اورجنز كتيرة ممكن من اللارينكس ممكن من اصافيكس من الصمك من الفولون. اجزاء الجهاز الهضمي كله ممكن ياخد منها عينات صغيرة جدا بالمنظار اضغط اتفاحس بحث. طب ايه التكنيكس اللي بعمل بيها الهيستو ده. هي عندي كزا تكنيك. اول تكنيك بسميه ده عبارة عن النتيجة بالعربي يعني ببساطة شديدة ده بيتعمل امسا؟ بيتعمل لما العيان يكون في قط العمليات وانا محتاج اخد سريع والعيان متخضر ونايم جوه مش اخد العيان او حضرها او بعدين اما اعرف انها خبيث ادخله مرة تانية لا. في بعض الاحيان في الدكتور السورجنت او الجراح محتاج يعرف وهو جوه قط العمليات الورم ده حميط ولا خبيث او يعرف المورجنز اللي شالوا من السيومر ده انف ولا محتاج شيء تاني. فبنعمل حاجة اسمها دي ساكشنز بتعمل من العينة من غير ما عمل لها عن طريق التجميل. تمام؟ ودي ممكن في خلال عشرة دقيقة بيكون جاهز ويصحز تحت المكسكو. لكن الحقيقة عندنا في الهيس الفاسولوجي اللي هو هنتكلم عنه بالتفصيل بعد شوية. ده The best material for pathological diagnosis. بجهزها ازاي؟ بجهزها من التشوز وعمل لها ستينينج. ده استبغى مشهورة جدا بتاعتنا اللي هي متكسلين اندي اوثين. وفي احيانا بستخدم اضع الفيشال استانت لكن استبغى الاساسي هي متكسلين اندي اوثين. ودي تعتبر الطريقة الولد ستاندر بالهيس الفاسولوجي او التكنيك الاساسي في الهيس. في تكنيك تاني اسمه اميونو بيروكسيديز او اميونو هستو كامستر. الحقيقة الاميونو هستو كامستر دي مشهورة جدا في ايه؟ في ان انا بقدر اعرف منها اه 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 بحدد منها او بعمل منها tumor markers the tumors المختلفة او روم المختلفة. ازاي؟ بقدر اعمل detection. بتفرضها tumor cells. وتقدر الانتوجينز دي تعرفني نوع مثلا تي حاجة اسمها سايتو كيراتين ده موجود في الايبثيليا السيلزباس. تي حاجة تانية اسمها بايمنتن ده موجود في الميزينكايمال سيلزباس. لما بعمل التكنيك ده الميونو هستو كامستري ده على التشوز دي اللي هاشلتها من العيان اللي عنده ورم الماء بقدر اعرف نوع الورم ده عن طريق الخلايا دي بتدي ايه مع انهي واحد من الماركرز اللي استخدمتها او ميزيكاتور اللي استخدمتها. في بعد كده tumor ماركرز بقى مخصوصة فين في البلود and other body بلود. دي برضو عبارة عن certain proteins of tumor associated مالوكيوز بدت فرز بنوع معين من tumor. وعشان كده بستخدمها لتشخيص النوع ده بالذات. زي عندنا مثلا تي حاجة اسمها كارسينو امدليونيك اندوجين او تي اي 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 ده موجود في الجاسترو اندستيانال تيومر. تي حاجة اسمها ايه بروستاتيك اسفاتيز ده موجود في البرستاتيك تيومر وهكذا في اكزامبلز كتيرة جدا 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 على تيومر ماركرز دي اللي بقدر يا اما اشخص بها العيان او اتابع بها. في تكنيك ثانية في الايوة في تكنيك ثانية زي الميكروسكوب الالكتروني لطريقة مصوصة باعداده اسمها الاستخدمها في تثبيتها شخيص بعض اا والتيومر المستهل. اخر حاجة بقى واحدث حاجة طبعا الموليكولر دياجنوزيز طريق سايتوجيناتيكس اتخدام الفي سي ار. اا طبعا في تيومر كتيرة اللي يمكن تتشخص تغول فلو سيتومتري بالذات في الهيمتالوجيك في بعض ما اقدرش اشخاصها غير لو عملت عن طريق ان انا اعرف الجينز اللي حصل فيها كده ده بيوصلني بالدايجنز. طيب الطريقة اللي انا قطلكو عليها اللي هي دي ازاي بتتحضر الشريحة ومين اللي بيحضر الشريحة ومين اللي بيحضر كلام ده. اه تبقوا اعرفين بالنسبة الباثولوجي ده ده مطيركم شبية ده ميكس كده من الاكاديميك وي الكلانيكال فبالتالي احنا عشان نحطر العينات بتاعت البيشن كل الدنيا معامل في المستشفى. عندنا في فايف لابس بالدفرد حوسبتار بتاعت مستشفى تم الاسيون. في سورج كالباثولوجي انتسيطولوجي لاب. عندنا جاي الناكولوجي باثولوجي لاب كالناكولوجيك سايطولوجي لاب. مينو استوكامستري لاب واركح الباثولوجي لاب. كل المعامل دي كتيم في مستشفى الرئيسي وفي مستشفى المرأة وفي الراكحي. بنقدر كل المعامل دي بتستقبل العينات من العينين اللي بيعملوا عمليات في المستشفى المختلفة وتعد العينات دي وتجهزها عشان نوصل للتشفى. طيب هناخد فكرة مبسطة جدا 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 ازاي العينة بتتحدث عشان ايه يبقى عندكم اي اي عيان مفروض دخل عمل بتشل جزء من الكشوب طاقة المفروض تباعد فور هسو فاتولوجي عشان اشوف العيان ده كان عندي ايه واثبط في الدايجنوز بتجهز. يتفرز العينة لما تيت. طبعا بالوقتي لو في عينة جالب لازم احطها في زي ما انت شايفين في الصور دي اشكال مختلفة للكنتينر. الكنتينر دي مزيدة وفضية في الاول نحط لها العينة ولازم اعمل ليه بولينج كويس العينة دي. يعني اكتب على الكنتينر ده اسم العيان ورقم المستشفى بتاعه والاجزاء اللي تشالت ورايت ولا ليفت وكل تاتا الخاصة متاعة العين. والله سيبقى انا لما هيبقى في عملية هتتعامل هيبقى مجهزين الكنتينر دي باحكام مختلفة عشان تناسب الاجزاء المختلفة اللي هتشال. لو شايل كوز كبيرة هستخدم كونتينر كبير كوز صغيرة هستخدم كونتينر صغير وعلى كده. بعد كده هعمل مهمة جدا اسمها الفيكسيشن. يعني ايه فيكسيشن? هضيف على العينة بتاعتي مادة تحفظها. ليه بقى? لو سبت العينة كده يحصل لها هتتحلل. يبقى لازم اثبتها. ثبتها هو ده الفيكسيشن. احفظها. الحاجة التانية ان الفيكسيشن ده بيعمل استابليزيشن للتيشو انتيجريتي عشان لما ديك تتوحس هاي السيطاتولوجيكالي يكون ايه يكون مختفظة بنفس الستركتشورت بتاعها. اشهر فيكسيشن موجود عندنا هو الفورمال دهايت او الفورمالين. ده عشرة في المية. طبعا الالكوحول زي ما قطلتوا قبل كده ده ساعمل بي فيكسيشن لسيطاتولوجيكال سميرز. لما العينة بتيجي ده منظر جزء متشال اهو. داي وان اول يوم اللي عينة بتيجي بعمل ايه? بشوفها بوصف بتاعها شوف هي جلق شكلها وتحجبها والمكان اللي هي اتشالت منه اي قبل ما لتسيقيها. وبعد كده لازم اسيبها اوبرنايت فكسيشن. يعني اسيبها تبايد لتاني يوم في الفيكسيز اللي هو التفاق من الفورمال. تاني يوم بقى هياخد بياخد اجزاء معينة. الاجزاء دي هو بيحددها على حسب ايه? حسب المزاجه? لا طبعا. في كتب وضبطات ليه ليه طريقة معينة للفيديو معينة عشان يقدر يعرف ايه الاجزاء المفروض ياخدها من العينة. وياخد كم سكشن? ممكن في عينات صغير رغم منها سكشن واحد. في عينات دانية او اكبر. بعد كده ببتدي امرر العينة دي خطوات معينة اسميها تشو بروسسنج. استيبت كده في محالين مختلفة عشان العينة تبقى هورد بكلير واقدر بعد كده اعملها سكشنز ابحاثها تحت الجهاز ده هو جهاز اللي بتمرر في العينة. بعد كده بتتمر بالخطوات دي الكنتينر المختلفة دي فيها. بعد ما العينة تمررت في المختلفة دي على اليوم التالي كده بعمل لها في جهاز مخصوص بيحط لها شم اللي هو بيحفظ البلوكس دي ويخليها في المنظر ده تبقى النسيج اهو جوة واللي حوالي ده الشم عشان اقدر ايه اعمل منها السكشن اللي انت عرفينها. بعد ما عملتها دي بسميها بلوكس بجيب البلوكس دي بحطها على الجهاز ده اللي هو اسمه ده بيقطع لي سكشن رقيقة جدا جدا بالمايكرون يقدر يعمل لي قطاعات بالمايكرون اربعة مايكرون او خمسة مايكرون عشان يتعمل لها في الصبغات المختلفة اهو زي ما احنا شايفين هنا في الصورة دي بعمل لها في الصبغة اللي هما تدخلين اندي اوسين اللي بستخدمها الروتين دي وتديني بعد كده بعد ما تتابغت اهيه تبقى الشريح ايه وعليها اللي بول استعيتها عشان تتحص البطورجز تشوفها ويكتب لنا الريبورد من المنظر ده تبقى موجودة وبعد على التشخيص في اليوم الرابع والثامس ده مايكرونسكوب مالكي هدر بنقعد نشوف عليه مجموعة مع بعض من الزورجز عشان يقدروا يوصلوا للدياجنوزز ويكتبوا لنا الفاينال التشخيص اللي هيروح للعيان وهيتعالج على اساسي يبقى يعمل يعمل انواع بتاعتها وحاجات كتيرة قوي هو بيقدر يستخلصها من العينة بتفيد بعد كده الدكتور بتاع الامكولوجي في العلاق يقدر يعمل لنا اللي هي العيانات المسلجة اللي قلتلكوا عليها عشان يقدر يعمل ايه يقدر يعمل شخص والعيان نايم في قصة العمليات بدا مطلعه وخابره ونايمه مرة تانية ولكن في النهاية أحب أقولك اشتركُ ترجمة نانسي قنقر